جميعاً أصدقائي دايماً منحكي عن هالموضوع وبترجعوا طالبوا بكتير من التفاصيل في أسئلة على طول متعلقة بالبداني بجراحة البداني تحديداً لأنه الكثير يمكن بيجربوا وسائل متعددة للتخلص من الوزن الزيدي اللي صار وبيعرف أديش بيشكل خطر على صحتهم بالإضافة لأضراره إذا فينا نقول النفسية على الإنسان والاجتماعي وبيوصلوا بالنهاية إلى حقة مسدود أو أنه بيكون عندهم الوزن الزيدي زيدي بحيث أنه كتير بده مجهود قوي وبده وقت كتير وفي حالات صحية بتستدعي التخلص بسرعة من الوزن الزيدي وشان هيك هما بيكون في خيار إلا جراحة البداني المزيد من التفاصيل حول جراحة البداني مين بدنا نسأل حول هالموضوع طبعاً؟ الإختصاصي بجراحة البداني دكتور ناجي صفا أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان دكتور صفا أستاذ محاضر بجمعية موريال كندا مؤلف كتب طبية على هالسعيد والكتابي اللي ترجم للغة العربية وموجود هلأ صار بتصور بكل المكتبات رحلتك للتخلص من البدانة دليل المريض لجراحة انقاص الوزن دكتور ناجي صفا كمان بدي شير بالبداية إلى أنه هاللقاء فيكم تابعوا مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 لفتني أنه الكتاب يعني نزلت أول دفعة منه على المكتبات طارت إن جبرتوا ترجعوا تنيزلوا يعني فيه شغف عند الناس للمعرفة على هالسعيد قد ما فيه معلومات أوقات متضاربة أو مش كتير رواسئين كانوا منها أكيد تعرفي هلأ العصر طبعاً كتير صارت الناس عم بتركز على الصحة أكتر وأكتر صارت عم تنتبه على شو عم نأكل قديش عم نعمل رياضة أي طريقة عم نعيش فيها إذا عم تريقة صحية أو منا صحية وكتير صار كمان عم نركز على موضوع الوزن لأنه صار في عنا أكتر مشاكل بالوزن بالمجتمعات من ناحية أنه البدانة زادت كنسبة وصرنا كلنا معرضين أكتر وأكتر ناخد وزن خصة مع العمر كمان عنا مشاكل أكتر وأكتر ننزل الوزن تبعنا أكيد فيه إذا بدي كسر اهتمام أكتر من قبل بموضوع البدانة بموضوع الصحة واللي أنا لاحظته هو أنه تعرف باللغة العربية ما فيه كتير بركة كتب عن هيدا الموضوع مكتوبة بشكل سهل وفيها وبيقدروا يخذوا كل التفاصيل ببساطة لاحظت أنه مظبوط فيه إقبال قوي على هالكتاب إذا بديك هالموضوع المعين اللي ترحناه حاليا وكمان عم يجيني كتير إذا بديك اتصالات وأسئلة عن الكتاب أو قد توضيحات معينة هم فيه استفسارات بيقدروا نعم حبيت كتير الفكرة أنه ما كنت موقع على الصراحة يكون فيه انتراكسيون يعني أخذوا غطب هلقى التفاعل حول الموضوع نعم ولا أنا من هالنحية راضي كتير من ناحية يعني التفاعل المجتمع تبعنا مع هالموضوع هيدا نعم جراحات البداني بالعالم إلى ارتفاع بنسبة كتير عالية أكيد ليش لأنه الأول شخص بأول موضوع أساسي بنا أعرفه هو أنه البداني زادت بشكل كتير جدير وكي بآخر كم سنة سنة عنا نسبة بداني مرتفعة بكل المجتمعات وحتى بالمجتمع تبعنا كمان عنا هالنسبة التاني شغلة طبيا صار فيه وعي أكتر وصار فيه نصايح أكتر من الأنظمة الطبية صوب أنه ببعض الحالات مش بكل الحالات ببعض الحالات نتجه صوب الحل الجراحي لحتالي نتخلص بشكل كامل من موضوع البداني ومن مخاطر البداني ولأنه صار فيه توصيات أكتر طبية وصار فيه إذا بدك صارت موجودة هالجراحة بجميع المستشفيات وكاختصاص موجود وينما كان مش ناكي من هالأسباب هاي دي زاديت نسبة أو عدد إذا بديك العدد ككل عمليات البداني اللي عم تنعمل حاليا بالعالم وكمان أكيد بالبلد عنه بدنا نقول أنه جراحة البداني كلها بتتم من خلال المنظر أكيد كمان هاي دي شغلة أثرت لأنه من زمان تعرفي كل العمليات مش بس عمليات البدانية جميع العمليات اللي كانت نعمل معظمها كانت نعمل شأ يعني بجروحات كبيرة ما كان باعت فيه تطور كبير للجراحة للندور هلأ كل العمليات وخاصة كمان عمليات البدانية صارت تنعمل عبر المنظر لنكسرنا من النوادر جدا جدا أنه نغتر نعمل جراحة كبيرة نعمل عملية لنك هاي دي شغلة كمان شجعت الأشخاص اللي كانوا مترددين أو متخوفين كتير من موضوع العملية على أنه يلجأوا لهالنوع العمليات للتخلص من البدانية نعم هلأ في أسئلة من الأصدقاء المستمعين هلأ منطرحهم خليني أذكر بأرقام التليفون كمان إذا بدكن تطرحوا أي سؤال مباشرة على دكتور ناجي صفا 01-325-555 إذا كنتوا عبتتصلوا من خلال السليلير 76-611-003 أو 005 إنما بالنسبة للواتس أب لرسائلكن فقط متجربوا تتصلوا على هالرقام 76-611-001 أنا بتقول هالكتاب موجود بالمكاتب بتسأل بمنطقة تشوف بكل الفروعة المهمة بكل مناطق لبنان بكل الفروعة طبعا المكاتب الكبيرة ما بعرف إذا بنقدر نسمي المكاتب بس إنه المكاتب المعروفة باللبنان الكبيرة بالفروعة طبعيتها بكل مناطقها موجودة على كل حال لو مش موجود يمكن الواحد بيكون بضيعته أو الحد إلا ما يرشع يعني إذا كان خالص أو ما لتلقى بفرع معين بيقدروا يوصل عليه بجمولية من فرع تاني على كل حال أنا كمان لفتني شي إنه السعر والكتاب هو بيمتناول الكل يعني ما كان الهدف أبدا أنه نبيع الكتاب لا أبدا مش الهدف منه الربح كشي مادة هو أكتر أنه نقدر ننشر هالكتاب ننشر هالكتاب بكترة ونعطي هالسقافة اللي هي حقيقة نحن بحاجة لإله بصراحة الفكرة هي ما بلشت معي بلبنان بلشت معي بس ما كنت عايش كل الوقت بكندا والكتاب إنه عمل بالأول بإنجليزة ونبيع بكندا وباق أمريكا لأنه هناك منلاحظ كمان نفسه رجع نعمل بالفرنسيوي رجع بعدين مصبوط لونك الفكرة هي أنت لقيت من المردر كنت يجوا لعندي كنت حس أنه يسألوني كتير أسئلة بالمبدأ يعني مفروض يكون معهم علم فيها لو عاملين شوية أبحاث عن الموضوع قبل ما يجوا بقى إجت عراسي الفكرة أنه لخص هالموضوع هيدا تحت تالي سهلهم الطريق ويتطمنوا كمان قبل ما يكونوا جيين لعندي يعرفوا أكتر وأكتر عشوجيين شو هي الحلول الأهمية كمان أنه بيكون يمكن معلومة هن من تبهوا يقولوها للطبيب والطبيب كمان من تبهوا يقولون ياها بيلاقوا بالكتاب يمكن كل المؤشرات بيصيروا يعرفوها أي متى بيعرفوا أنه لا هون لازم رجع الطبيب لا هيدا الشي عادي من بعد العملية كل هالأمور بيصير أسهل أكيد الأهم كمان الموضوع الأساسي اللي هو بيبلش في الكتاب يعني موضوع البداني يعرفوا أي متى عندهم بداني شو هي البداني أي متى تعتبر بداني أكيد شو مشكلة أي متى لازم نلجأ لحل نفكر بالحل الجراحي أي متى ما بقى فينا نعلجها بشكل طبي هون الأساس إذا بديك الأكتر شي الناس مفروض تطلع عليهم تستفيد منهم بس ما تقرأ هالكتاب هيدا نعم بعض الأصدقاء يعني للأسف في منوع بيجربوا يتصلوا على هالرقم الرقم بيخلص تسعة سبعة واحد بيقول مرحبا أنا طولي متر وتسعة وسبعين وزني أربع وتسعين كيلو بدي أنزل للخمسة وثمانية أنا بدي شيل شي تسعة كيلو تجرت من الرجيم ممكن إخد دواء أو عملية تسعة كيلو بتعرض عملية نعم العملية لتسعة كيلو بس عادة اللي بيصير أول فكرة هي مش لازم نتجر من الرجيم لأنه بالنتيجة مش لازم نعتبره رجيم لازم نعتبر حالنا عم نغير نمط حياتنا أكتر ما أنه عم نبلش الرجيم بتاريخ معين وعم ينتهي بتاريخ معين لأنه بالنتيجة الرجيم إذا بلشناه بنهار ونهيناه بنهار من بعد ما ننهيه بدنا نرجع نفشل لأنه رح نرجع للعويد اللي هي كنا فيها قبل لازم نكون عم نغير الفكرة عم نغير نظام الحياة تبعنا بشكل أنه نروح سب شي صحي أكتر ونكون عم ندخي الكالوريز أقل على جسمنا وعم نعمل أكيد رياضة تحت تالي نكون عم ننزل الوزن ونقدر نضاين بتنزيل الوزن على المدى البعيد الكلمة تتجرت حتى ما بحكمهنا أنا يعني لازم الشخص بدي يكون عنده شوية إرادة وصبر هي الفكرة هي أنه بتعرفي وأما الواحد مقتنع أنه بده ينزل وزنه وعرف وبده حتى أدنى من الانتزام عرف أنه فينا وعن ما تغيير معين بده يعملوا بحياته لأنه التدخل تبعنا ما أنه تدخل إذا الوحب ما يجل يعمل دايت أو ما يجل يعمل ريجيم تدخل تبعنا هو بس ما يكون طبياً لازم نتدخل وعملية ما بتصير يعني كرميل هيك كم كيلو أو زائت من الموضوع على كل حال الصديقة والصديقة اللي عندن هالمشكلة بدقول أنه أوقات يعني نحن بحاجة لتغيير شغلات بنمط حياتنا بتنحل المشكلة شوي شوي لما نحن منعتبر حالنا أنه عم نعمل أصاص ما بتزبط أكيد مش نهيدا السبب الرئيسي أنه مزبوط الشغل بتبلش بداية بس لازم الإنسان يعرف يكفي أنه هو أكتر عم بيغير نمط حياته مش عم يعمل ريجيم على فترة معينة ويوقفه بعدين الريجيم دايماً بده يفشل لازم يغير نمط حياته على المدى البعيد تقدر يستفيد من تنزيل الوزن تبعه بدي يغير حياته مش عملياً يعني شوية عوية شوية عوية ويزيدها على حياته من بيناتهم أكيد الرياضة بتلعب دوري كتير مهم بس كمان بتغيير نمط الأكل طبعاً كم مرة مناكل بالنهار إذا كتير من لأمش أو لا شو عم ناكل شو الشي الغلط اللي عم ناكل فيه تفاصيل صغيرة أوقات بحياتنا هي بتعمل فرق كبير يعني كنت عبقرة مؤخراً دراسي بتقول إنه الخلل بالنوم هو كمان من أسباب زيادة الوزن مايك بيقول أديه فيها خطر هيك عمليات وشو هي أخطرها وبيقوله منسمع إنه بيصير فيه أوقات مشاكل نزيف أو غيره إذا ممكن دكتور صفا يشرح لنا أكتر أول فكرة ما فينا نحكي ولا أي عملية منقدر نحكي عنها بالخطر العام طبعاً لأنه بالنتيجة الخطر بيتعلق بالإنسان اللي عم يعمل هالعملية يعني إذا هالشخص اللي عم نعمله عملية كبيرة بالعمر وعنده مشاكل قلب وشريين قلبه مسكرة أو عنده مشاكل سكري أو عنده مشاكل ضغط مرتفعة كتير أكيد خطورة أي عملية عنده إن كانت هيدة أو حيالة عملية غيرها فيها بدي يكون فيها خطورة معينة وإذا منيخد شخص صغير بالعمر وصحته كتير منيحة أي نوع عملية عم يعملها إن كان عم يعملها عمليات زيدة أو عمليات المرارة أو عمليات كسر إيد بالنتيجة أكيد الخطورة تبعيدها بتكون أقل أقل بكير كعمليات هؤل عمليات مثل مثل حالة عملية تانية بيخدع لعائلة الإنسان تتعلق أكتر بصحية كل إنسان مش ناكي كل حالة بحالتها بتندرس ومنقدر هون نحدد نوعا ما شو الخطورة تبعيدها عند هالشخص هيدا دكتور سافر أم بيخلص تمانية تلاية ستة بيقول أنا طولي متر وثمانية وزني مية وأربعة شو لازم أعمل بضل كل النهار بدون أكل فقط باكل عشية جلول معكم طيب يعني هو قالنا دجا شو الغلط عنده يعني إذا مبين هو وعرف حاله شو اللي عم يعمله غلط مفروض يبلش من هون مفروض يبلش يشوف إذا بيقدري يصلح هيدا الغلط يعني كيف يعني يعني بتعرفي بس ما نكون عم ناكل معظم التغذية تبعيتنا عشية هيدا شيء جباري بدين نصحنا لأنه من بعدها بدنا نفوت النام بدين يجري بيغير دجا هيدا أول تغيير بسيط بيجري بيعمله وإذا لقى حاله ما عم يقدير أو عم يفشل بهيدا الموضوع لازم يلتجي سوق أخصائي تغذية بهالطريقة بيقدروا يعطون نصايح الأكتر بس عنده كتير وزن سيد لك عنده تعريبيا بحدود الـ 24 كيلو زيادة يعني شئ ليا يعني مفروض هلا بس في الأكيد أنه دايما البداية بدت تكون بتغيير نظام الحياة ما منبلش بعملية البداية منا أبدا عملية بهك حالات إلا إذا كان فيه كمية وزن زائد كتير كبيرة يعني بيجين العالم عندهم 80 كيلو زيادة 90 كيلو زيادة هاو ما رح دا يعلم المواطن بتغيير نظام بس عاما تمسكوا عنا 20 كيلو 15 كيلو حر زين نبلش نجري بنشوف إذا منقدر نشيلهم بتغيير نمط حياة بشوية رياضة إكسترا وقت منلاقي نتيجة بعد فيه أمل أنه نلاقي نتيجة بدون ما نلجأ لعملية جراحية هلا إذا جرب على سنة وعلى كذا ولقى أنه حقيقة ما عم بياخد نتيجة ساعة طب بينبحث غير موضوع بس شي الأكيد البداية بدت تكون دايما بيقولوا مش دغري مروح على الجراحة نا مش أنا اللي عمقول هي فيه جايدلنز يعني فيه إذا بديك توصيات عالمية نعنا من اتباعها منمشي عليها التوصيات العالمية هيك بتقول دكتور صفا في كتير بيعطين أصدقاء مستمعين أنا بدي أعتذر منكم يعني بيقولوا أنا وزني هالقاد طولي هالقاد منيح أو لازم يكون أقل يعني كيف نحنا بنعرف إذا مش لحقراهم كلهم عامة إذا بدون أعطيهم شي سهل حسب طولهم أكيد بيقدروا يعرفوا تقريبيا يعني إذا حدا طوله متر وسبعين مثلا مفروض يكون الوزن طبعه حوالي السبعين يعني زائد أربع خمسة كيلو بالناقص أربع خمسة كيلو ماشي الحال إذا كان أكتر بكتير ساعتا بيعرفوا عنده وزن زائد إذا بده يكون حشرة أكتر ويعرف أكتر بدقة الموضوع بدقة أكتر قدي عنده دهون زائدة يعني نسبة دهون زائدة بيقدر يعمل حساب طبع مؤشر كتلة الدهون اللي هو حساب بسيط منقدر نعمله أحيال لها مكانة حاسبة اللي هو مناخد الوزن بالكيلو جرام يعني وزننا بالكيلو جرام ونقسمه بمربع الطول بالماتر يعني إذا كان وزننا سبعين كيلو وطولنا متر وسبعين واحد فاصلة سبعة يعني نقسم سبعين بواحد فاصلة سبعة أول مرة بنرجع نقسمه مرة تانية بواحد فاصلة سبعة وبيطلع لنا مؤشر كتلة الدهون طبعنا اللي هو مفروض يكون أقل من ستة وعشرين إذا كنا أعلى من هيك بيكون عنا شوية وزن زائد إذا كنا أعلى بكتير من هيك فوق الثلاثين والخمسة والثلاثين أحسن لنكم ومنعرف بيكون عنا بدانة مرضية بيكون بدانة مرضية وبدانة بحاجة دغري لمعالجة بأي طريقة مش مهم الطريقة المهم تكون فعالة ونتخلص من الوزن لما بلش يشكل خطر على صحتنا وعلى حياتنا دكتور صفا يريد دكتور نجي بتحط الهاتفون لأنه جورج بعط لنا فويس من اسمع سؤاله شكرا بس بديو سبطور ناجي أنا عندي إختي عمره سبعة وثلاثين من عمر خمسة عشر عندها بدانة يعني أوي خاص من طاية الحاوط والبطن هلأ صارت أنه تحس سمني عديمي يعني صارت تحس آسي معه تمشي بالنظور أو بدأ جراحة لأنه صارت لعطة عشرين سنة حبيت كتير هالسؤال السؤال حلو لأنه في عنا نحنا معتقدات أنه يعني هلأ هو يمكن بالريجيم بالدايت أصعب لما بتكون السمني قديمة ولكن بالنسبة للجراحة في تأثير هون لا مظبوط دي جيو بس لست جورج أنه هو سأل إذا بتثبت عن نظور أو بالجراحة بس بدي فسر له أنه ما بقى في شيء اسمه جراحة هي جراحة النظور شو ما يكون ما يكون عمر البداني وشو ما يكون نوعه ما منع منها إلا عن النظور بس هلأ أكيد من ناحية العمر بأثير أكيد خصة عند النساء لأنه من ميلي أكيد شو البداني قديمة شو عنا صعوبة أكتر أننا نشيلها لأنه جسمنا بيكون تعود عليها والحرق بجسمنا خزانة يعني بيكون كمان بطيء بشكل أنه تعود عليها بس بعدها صغيرة هي يعني عمره بس نوعا ما كمان عند البنت كل ما تقرب أكتر سوى بالأربعين كل ما عنده الجسم تنضانس أكتر أنه يبلش يزيد وزنه لأنه فيه تغير هنا وهيك بتصير دونك أكيد بس ما يكون حدا بنت عمره بالعشرينات أهيان لا تنزل وزنه من حدا من بنت عمره قريب على الأربعين بس كمان ما بنقدر نقول أنه ما ما عنا أمل لا أكيد بيضل الحل البداية هي بالتغيير نمط الحياة بالرياضة اكستر وإذا كان فيه فشل ساعتها بينبحثوا غير مواد طيب لما هون بدنا نحكي بمثل حالة أخته لجورج بدنا نحكي بعملية والعملية مثل ما سابقا قلت حضرتك هي بالنظور فقط ما بقى بنعمل شق العملية النتيجة بتكون بالنسبة لألا ممكنة يعني أنه قدش أو أنه لأ يعني هو كان سؤاله أنه كأنه ما فيه أمل أنه لأنه البداني قديمي العمليات إذا العملية اللي عمنا عملها مناسبة لها الجسم هيدا وإذا كانت أول عملية بدانية عمتنعمل يعني مش عملين شيء قبل غير عمليات بدانية عادة دايما بتكون فعالة بتكون نتيجتها جيدة دايما بتعطي نتيجة كتير مردية بمثل الحالة تقريبا أي عملية بتختاره حسن ما في نقال بس بهو التفاصيل شو الأفضل عندها بس أنه عامة العملية اللي بنختارها إن كانت أس المعدة أو إن كانت البيباس أو اللي هي لازم تكون مية بالمية مضمونة إنه تعطي نتيجة من ناحية تنقيس الوزن هلأ أكيد مع مرور الزمن بيصير فيه كمان مدنا نتكل على الشخص اللي نعمل له هالعملية على إنه هو يساهم على تيحافظ على الوزن لأنه أنا كمان بحب أقول إنه العملية هي قصم كبير من الطريق بتنزله الوزن وكتير منيح بس ما بقدي نقول عملنا العملية وخلص لنحنا كمان بنفس الوقت بدنا نكون عم نشتغل تنغير نظام حياتنا تنتجه سوى حيات تكون صحية أكتر بحتى اللي نقدر على المدى البعيد نحافظ على الوزن الشلناه وما ننزع النتيجة اللي أخدناها دونك بالنتيجة هون بيلعب دور أكيد المتابعة أول فترة مع الفريق الطبي اللي يعمل له العملية اللي بيقدروا يعلمو كيف لازم يعيش أحسن بس كمان فيه إرادة مهمة بدأت تكون موجودة عند الشخص يعني للمحافظة على النتيجة هون فيه دور هو للإنسان لأنه فيه ناس بيلفتونا أنه قلهم سنين كتير وأنا بعرف عدة أشخاص حافظوا فعلا على النتيجة وفيه ناس ما كتير حافظوا علي أكيد دائماً عننا نسبة على عدد السنوات فيه نسبة فشل بدأت تكون موجودة من بعض العمليات الأسباب تبعيتها عديدة فيه بعض الأسباب بتكون متعلقة بالعملية أو نوعية العملية اللي عملناها أيين بتكون العملية اللي عملناها مناسبة عند هذا الشخص وفيه أوقات بتكون متعلقة أكتر بالشخص اللي هو ما لغل عدد البشعة تبعيته وبقي عليها بشكل أنه نزع العملية دكتور ناجي سفا سؤال رأي بخلاص 069 أنا عملت رجيم كان وزني 113 كيلو صار 95 يعني نازل أو نازل 18 كيلو نعم الطول 175 بس مشكلتي عبجوع بالليل كتير شو الحل هلأ بيقدر عنده كذا تحل تحت تالي أول شي مهم يقدر يحافظ على الوزن اللي وصل لأله أوكي ها أول مرحلة وباركي بالمستقبل بيرجع يجرب بعد فترة معينة إنه يكفي ينزله هلأ من ناحية الجوع بالليل ها قصة عادة أول فترة أكيد الواحد بديو يتعذب بديو يتضايق إذا بيقدر يقاوي مع الموضوع بيقدر أكيد مع الوقت ما عدته تتعود وتصير عنده عادة إنه ما بقي يجوع بالليل بس اللي بيقدر يعمله تحطير يخفف الجوع طبعه بالليل إنه يعمل واقعة عشية بس ما تكون واقعة فيها كالوريز يعني يقدر يأكل سلادات خفيفة أكتر شي يتجي سوبل خاص خيار لبن يمكن يتجي سوبل أصص اللي ما فيها كتير كالوريز وما يحط صوسات بالسلادات بالسلاد تكون الصوسات كتير بيقدر يخفف من هالجوع اللي عنده يعني شو بيخفف اللي تلقموش وكل هدول اللي بيقدر ساعتها يحافظ كمان على الوزن تبعه هي سلاد عشية يمكن الأفضل بالنسبة لأنه انت حتى يقدروا يحافظوا بهالصعيد كمان رقم بخلاص واحد ثلاث ثماني بيقول بدي أنصح سبعة كيلو مش عم بقدر فينو انت برع لاريت لاريت بس اللي بيقدر يعملوا أنه بيقدر يستشير أخصائي تغذية اللي بيقدر يعطيه نظام غذائي بنصح بنصح رقم بخلاص سبعة ثمانية أربعة أنا طولي متر وخمسة وثمانين وزن مية وثمانتعش شو لازم أعمل مثل ما قلنا للجميع بالأول دايما منبلغ بالطرق اللي هي طبيعية يعني بنظام الحياة لعبنا غيره أنا دايما بنصح لأنه بتعرف صعب الواحد يقدر يعرف هو ينظم الموضيع كله بيقدر يتجيسب أي أخصائي تغذية اللي بيقدر يحطه على طريق معينة من ناحة الرياضة من ناحة الأكل ويجري يشوف وين بيقدر يوصل من هذا الموضوع دكتور سفر عن بيخلاص 510 أنا عملي قص معدي من 5 سنين هلأ أنا حامل لأي وزن بقدر أنصح وماكون في خطر أنه أرجع أنصح من بعد لم يلدي ما في معلة علاقة أبدا يعني بالنتيجة خلال الحمل بده يكون في وزن معين بدنا ناخده وهيدي الشغلة أكيد بدأ تتباعها مع الحكيم النسائي تحت للحمل يكون طبيعي مية بالمية بس شي الأكيد أنه كمان خلال الحمل مش ناخد أوزين كتير كبيرة يعني مفروض واحد ياخد 12 14 كيلو بس مش ناخد 25 كيلو خلال الحمل بتكون هم في شغلة مش لكي بقول أنه لازم قبيب النساء يتبع بهالموضوع هو بقدر يعطيها النصار بس هو ما علاقة بالعملية مش ما علاقة تسألني إذا ما المكسيموم الوزن المكسيموم الوزن فيها تاخد ما فيش اسمه مكسيموم وزن تاخد ه فيش في مينموم مزبوط أنه تاخد الوزن اللازم مشان تكون الولادة طبيعية الحمل تكون طبيعي وهي دي شغلة يزم تشوفها أكيد مع الطبيب النساء على كل حال هم بدنا نقول أنه في حالات بيرجأوا لجراحة البداني لأنه بيكون مش عمل يقدروا أبدا ولا بطريقة يتخلصوا من وزن كتير زيد وعم بيكون هالوزن الزيد عائق دون الإنجاب أكيد هي أحد الأسباب المكتوبة طبيعي المعتلفية للعقم عند النساء هي الوزن الزائد مش ناك في عدد كبير من العمليات اللي من نعملها بيبعتون لأطباء النسائية المختصين بالعقم اللي هني بيبعتوا هالشخص هالمرة تتنزل وزن يقدروا يشوفوا إذا فيها ترجع تحبل تقريبا قديش لمعلوماتك من يلي بيكون هيدا السبب بيرجع بيمشي حال من بعد نتيجة كتير نسبيا النجاح تير عالي فيها إذا كان هيدا هو السبب دكتور إذا ممكن تحط الهاتفون حتى تسمع فيه ثلاثة ستة بتصور نفس المستمع اللي كان قال انه طوله متر وثمانة وزنه مية واربعة وبيقول بضل كل النهار بدون أكل بس بكل عشية لح نسمع الرسالة السبعة الخير أنا اللي أحكي لكم شوائي بس مرة ما دامت عملت ريجيم تغذية يعني وقتتني عن كل شي عن كل شي فيه سمن وعن كل شي فيه الدسامي نعم عن كل شي فيدهم يعني أكتر شي كنت استعمل معقولات الزيت وقفت السكر وقفت الملاح ونزل خلال أسبوع تقريبا نشي خمسة كيلو يا هالطارع برجع بكل دالب بمشي بهالطريقة بعد أمرك دكتور يعني يعني كل شي نشويات أنا وقفته خلال أسبوع نزلت خمسة كيلو ولا إذا فيك يعني إذا فيك نكفي بالنظام اللي مش عليه خصة إنه قردي هالنظام نزلوا وزن وكان مناسب يعني من ناحية النتيجة بأكيد إذا بيقدر يعملوها أكتر من أسبوع يعني دالوا مش عليه على فترة أطور أنا برأيي بيأخذ نتيجة كتير مني بس عادة لما بيكون كتير الحمية آسية ما بيصمدوا كتير علي لكي ما حسيت هالحمية اللي عم زعجته يعني ما أنه مزعجته بكي ما ناقس كتير إنه يوقف الواحد السكاكر منها شغلة كتير كتير صعبة عن بني أنا يعني هيدا رأيي بس بيقدر يستبدلن بغير القصص رأي أبو حيدر بيقول أنا طولي متر واربعة وثمانية وزنة تسانية عندي شوية زيادة على المعدة جسل كتير منيح بس المعدة عم بعمل تمرين معدي كل يوم مئة مرة بيروح أكيد الرياضة أكيد بدأت تساعد بس بطيئة حسب العمر وزمانة بيعمل الرياضة بيقدر ياخد نتيجة من ناحية البطن رأي بيخلص واحد ثلاث اثنين أنا وزني أربعة واربعين كيلو ممكن يكون عندي مشكلة بالغدة لأنه بيضل وزني أربعة واربعين يبحس حالي عطول معصبة هل ممكن تكون الغدة أكيد ممكن مش نال للسبب لازم تعمل لازم تعمل فوصفاح دام تتأكد أنه الغدة عم تشتغل مصبوط نعم في كمان فويس سؤال من ريدا من سمع بونجور يعطيكم العافية مرحب سميرة على قويكة حكيم عندي سؤال بس أنا ابني عمره 22 سنة عمل رجيم كان وزنه 100 وشواء يعني رجيم نظر وزنه ضريبا 20 كيلو صار جسمه بكير نيح بس صار في عدود الترهولات بالعاب بجسمه صار في تلاقي لحم وات بشط شط هل يطل يحتاج لشيء عملية كيشيل اللحم الزين يعني مع الوقت بروحه مرسي أهلا وسهلا فيك هذا السؤال يمكن كتار فيترحه كمان في شغلتين هو أول شغل إنه العمر عنده صغير بعده شاب عمره 28 سنة أي عملية بدا تشيل الترهولات بدا تترك أسار يعني بدا تترك جروحات وراها هون القرار بده يرجع للشخص لأله هو هالي يطل بفضل إنه يعيش مع شوية الترهولات اللي عنده إياه هون أو بده يرجع لعملية سورة عنده محل جروحة أوكي دونك أنا مش أنا اللي بقدر أنصحه بس أكيد في عمليات بتشيل الترهولات هذه شغلة أكيدة بتنعمل بس دايما أنا بركز على العمر بس نكون شبه شاب صغير وبيقدر بعد يعمل رياضة ويكبر العضل عنده العضل ويكبر بتخف أكتر الترهولات أفضل من إنه نعمل الجروحات كبيرة الصديق اللي كان عبيحكي إنه مدامته عرف دكتور النفس بتطلب بدي شكرك أكيد بدي شوية تطحية سارة بتقول أنا عندي سكري وضغط وكوليستيرول وغدة قال لي الحكيم لازي نيمي ينزل وزنك بالنسبة للسكري وسألني شو بتاخد إدوية وقال لي بتوقفي بيناتهم الأوميجا ثري هو بنصح وأنا عم بياخده لأوجاع العضم مظبوط هالشي إنه الأوميجا ثري ما بعرف إذا بيساعد كتير لأوجاع العضم أول فكرة حسب يعني شو عنده مشاكل بالعضم بس من ناحية الأوميجا ثري بحد نفسه مش مفروض ينصي مش مفروض هو يكون دواء بيزيد الوزن بشكل كتير كبير أوكي هلأ من هون رايح ما بعرف الحكيم تابع بلكي شو شايف على المظبوط بالإدوية تابعونا أكيد بقى ترجع لأقل وتهوي إلا يفسر للموضوع بوضوح أكتر نعم بيسألوك شو رأيك بالديتوكس دايت ما في شيء اسمه دايت للأسف يعني هادو قسس دعايات إنه منسميها دايتوكس بتطلع اسمها حلو وبتوحيلنا إيه بسي لأنه نحن عم نشرب ماء أكتر وشوية حامض بتوحيلنا حقيقة عم نعمل شيء اسمه دايتوكس بس إنه بالمبدأ الديتوكس دايت دايت مثل حيالها دايت تانية عم نخفف فيها الكالوريز وعم نكون healthier زباكت فيها أكتر وأكتر أنا برأي اللي بيقدر يعملها وماشي عليها مانا غاتلة مش هتضره يعني محمد وزني 95 طولي متر وتسعين عندي ضغط وعندي مشكلة بحبك كتير الخبز يعني هلأ عنده ضغط بتعرفي ما عنده كتير وزن زائد عنده شوية إذا نزل وزنه أكيد عشرة كيلو ووزنه 95 أكيد بيتحسن كتير من ناحية الضغط هلأ كلنا منحب الخبز أنت سميرة كلنا منحب الخبز بمجرد ما يكون أنا كل واحد بيقول كل الناس طيب طبعا يعني بدنا نعتدل بالإشياء في معتقدات أوقات أنه الخبز الأسمر مثلا هون بيقلنا لصدي أنا بيكل خبز أسمر كل الخبز مثل بعض من ناحية الكالوريز من ناحية السعر الحرارية السؤال أنه كمان هل المؤسسات الضامنة تغطيطها يعني بلشت من زمان مؤسسات الضامنة لا حتى الخاصة في قسم كبير منها بلش مضبوط يغطي هذا شيء كتير إيجابي أثر كيف على العملية لا أنه هادي شغلة إيجابية مهمة لأنه بتعرف اليوم صدنا نعرف أكتر وأكتر والجهات الضامنة كمان بتعرف أنه هالشخص اللي عنده بدانة إذا تركناه مع البدانة تبعيته مع مرور الزمن رح يبلش عنده مشاكل صحة تانية رح تضطر كمان الجهات الضامنة تغطيها كمان في كلفة عليها مادية بقى صارو أكتر هلأ متما بينت الدراسات العالمية أنه مفضل تتعالج البدانتها نوفر بالمستقبل مشاكل على المريض صحية ومشاكل مادية على شركة التأمين بقى هلأ يعني التوفير هون كمان على صعيد نحن بنعرف أنه صار فيه توصيات عالمية كمان بالجراحة جراحة البدانة للقضاء على بعض الأمراض وحتى بعمر صغير صرته يعني صرته عبتنزله بالنسبة للسكري وبالنسبة للنوع من المشاكل لأي عمر هلأ تعرف مش نحن نقررنا ننزل بالعمر المجتمع لازمنا ننزل بالعمر ليش؟ لأنه ما كان عنا في ظاهرة هلأ عند المراهقين لأنه نحن في لبنان موجودة عنا بلكي مش بكترة كتير كبيرة بس إذا نروح على بعض البلدين عندهم نسبة عالية جدا جدا بالبدانة عند المراهقين وعم نحكي ببدانة مرضية مشان هيدا السبب التوب تطور أو التجسوب هيدا الموضوع وضطر أنه يصير نجرب نشوف العلاج الأفضل عند هالأشخاصها وصار فيه علاج جراحي أكيد للمراهقين اللي عندهم بدانة مرضية دونك الأعمار ما عندها لميت معينة بس نقدر نقول أنه في أوقاتنا عملها على 12 سنة إذا كان فيه بدانة كتير كبيرة عم بتأثر على صحة أو عم بتأثر على الحياة اليومية اللي عم بعيشها الشخص دونك ما بقى عنا لميت معينة للعمر دونك أكتر وأكتر صورنا عم نتجه سوب كل الأعمار لأنه المجتمع عم يتغير وعم بيلزم الطب أنه يلحقه بغطي دمان 90% عملية من ناحية الدمان الدمان بغطي الاستشفاء وبغطي كتير الأساس بس فيه بعض المعدات اللي هي تستعمل على الندور هوني الشخص أنا برأيي لازم هو يراجع مع المؤسسة الضامنة تيشوف كيف هني بغطوله إياها لأنه مش كل الجهات الضامنة بتغطي كل المعدات هوني طبعا هوني بيقول قالوا له بدوا هالقدي تفعين مش لحنا نحنا ندخل بأرمام بالنتيجة حسب شو مغطين له شو مغطين له يعني فيه قصص تتغطى ما بيغطوا أوقات كل المعدات هوني بيطلع أوقات فويل هلأ نحنا بنعرف فيه عدة أنواع من جراحية البداني وإن كان أكتر شي هلأ معتمدين اتنين السليف والبيباس ياللي تبين بالنتيجة انه اتنينهم عمل يعطوا نتيج أفضل وعم بيكونوا على المدى الطويل كمان أفضل بالنسبة للناس لما قلنا بنعمل للأولاد حتى جراحة بداني فيه جراحات معينة أبدا ما بتعملوها للولاد أو أنه كمان نرجع كل حال بحلتها أكيد لا الحل اللي عند المراهقين العمليات اللي بتنعمل هي قبل كل شي عمليات ما بتخفف من الامتصاص الأكل أو الفيتامينات من الجسم هذي شغبة ضرورية وإلزامية لأنه لازم يضلوا النمو طبيعي هلأ شي الأكيد هو أنه من ناحية العمليات لأكتر شي منلجع لقلها هي منزغر حجم المعدة منجردي منساعدهم بهذه الطريقة ومنعطي دفشة لقدامي كبيرة دكتر صفا كتير المشاكل اللي بتسببها البداني دايماً منحكي عنها إذا بدنا نحكي على صعيد القلب والشرايين شو المشاكل اللي ممكن تسببها البداني تعرفي أول مشكلة أساسية بتسببها البداني هي الضغط بالدم يعني بيع للضغط عند هالأشخاص يعني عنا ضغط مرتفع بنقدر نتعرض إنه نعمل تضخم بالقلب يعني القلب بيتعب بترمجة القلب بتصير عم بالضخبة صعوبة أكتر ومع مرور الزمن بتعمل تضخم وبتبلش تتعب بالميلة تانية كمان البداني بتزيد الدهون بالجسم يعني بتزيد الدهون اللي هي موجودة كمان بالدم وبس ما نكون عم نزيد الدهون بالدم ما نكون عم نعرض أكتر وأكتر عشرين القلب على إنه يوماً ما يعملوا مشاكل إنسيدات ويسكرونه ويسكرونه ويصير كمان مشكلة كبيرة لونك بتأثر كتير عشرين الجسم عشرين الجسم هللي منه نشرين القلب وبتأثر كمان على القلب من ناحية إنه هالقلب عم بضخ لحجم ووزن أكبر يعني إذا بتاخد الإنسان اللي هو مفروض يكون طبيعياً وزنه سبعين مثلاً القلب تبعه معمول تقع يعيش هالجسم اللي وزنه سبعين بس ما نحط يصير وزنه مية وعشرين يعني سرح هالقلب بده يغزي خمسين كيلو زيادة بتعرفي ما عالوقت بده يتعب يعني متك إنه عنا سيارة صغيرة وعم نحط فيها كتير بعمل القلب وعم نحط فيها كتير ما رح تضاين مثل إنه سيارة صغيرة وما نحمل فيها كتير عنه بمثل هالحالات نحن يعني نذكرين قبل بمرة أكتر من مرة بالأحرى إنه لما بيكون فيه مثلاً ارتفاع ضغط الدم ونحن بننجح بتنزيل الوزن بنسبة كتير قوية فيه شي بيسموه أطباء القلب شهر عسل مع الضغط أكيد دغري بروح الضغط أول فترة ليه لأنه القلب بيكون معوض صار يدخل على وزن كتير عالي بيكون فيه نوعاً ما شوية تضخم بس ما نوطي الوزن بسرعة جداً يعني ينزل عشرة بالمية من وزن الإنسان بشهر فجأة من ليه إنه القلب ارتاح فجأة وصار ما بقى عنا هالضغط المرتفع يعني فينا نوقف الدواء لفترة محددة مش لفترة محددة فينا نوقفه نهائياً ببعض الحالات للدواء بمعظم الحالات بروح الضغط هاي أول شغلة إذا كان مرتبط بالوزن الزايد إذا كان مرتبط أكيد بالوزن الزايد بيرتاح وبينزل الوزن الضغط بشكل معظم الأوقات بيكون نهائي هلا إذا كان فيه غير أسباب للضغط موجودة بهالحالة هنا أكيد بيتخفف العلاج بشكل كتير كبير بيصير يغوز كمية علاج أقل بس ما ينزل الوزن بس أكيد بدي يظل ياخد العلاج اللي هو تيعالج السبب اللي مسبب له الضغط نعم بالنسبة للأمراض الغدد إذا فينا نقول مثل عن البانكريا السكاري كل هالإشياء كمان عنا ما ننسى إنه من ناحية البدانة تخلق دهون وين ما كان بالجسم يعني بس بالغدد نحكي عن الكبد كمان الكبد بيصير أول شي بعب كتير دهون كتير من الأشخاص بيجوا لعند بيقول عملنا صورة وقالوننا إنه في دهون على الكبد هذه شغلة أكيد طبيعية عند الأشخاص اللي عندهم كتير وزن زائد لأنه هالدهون راح تكون موزعة وين ما كان بالجسم وراح تكون مجمعة كمان على الكبد كمان من ناحية مرض السكري هو أخطر مرض معقولة نعمله من ورا البداني أوكي يعني أكتر شغلة من خاف منه لأنه منعرف أنه البداني بتزيد النسبة نسبة مرض السكري بشكل كتير كتير عالي مظبوط حقيقة يعني بيكون عندهم ريسك أكتر بكتير من غير أشخاص أنهم يعملوا خلال حياتهم مرض السكري لهلا لأسباب عديدة من بيناتها أنه الغد اللي بتفرز هالهرمون الأنسولين بتصير تتعب مع الوقت كون الأنسولين ما عم تشتغل مظبوط وبتصير هالغد بتعطي أكتر وأكتر دونك الشغلة الأساسية اللي يجب نفهمها هون هو أنه بس ما يكوننا عنا استعداد بالعائلة على أنه نعمل سكري كتير مهم أنه ننتبه على وزننا ما نخلي هالوزن هيدا يعني لأنه منكون عم نزيد بعد وبعد النسبة أنه نعمل سكري خير الحياتنا حكيت عن الكبد كمان بيقوله البحث بالمرارة مرتبط وهلأ مشوف كتير البحث بالمرارة البحث بالمرارة مرتبط أول شيء بيقدر ما يكون مرتبط بشي بيقدر يكون موجود لأسباب مجهولة نعم وكمان مرتبط أكتر شيء بنزول الوزن يعني إذا خصة عند النساء إذا بيعملوا يويو يويو دايت يعني بينزل هالوزن بيجرع بيطلع بينزل عند الأشخاص اللي بنزلوا وزنوا كل ما ينزل الوزن عند شخص عنده بدانة معرض أنه يعمل بحث بالمرارة لا تغيرات هرمونية عديدة بتصير هو أكتر معلق بنزول الوزن ما له علاقة مباشرة بالعملية كتير من الأشخاص بتألفنوا بيسألوني إذا العملية بتخلق لهم بحث بالمرارة العملية ما له علاقة بحث بالمرارة هو نزول الوزن اللي بيزيد النسبة ليه لأنه بترقد إشياء معينة من الجسم لا لا عند النساء تتعلق أكتر بالأستروجين اللي موجود عنده عند الرجال تتعلق أكتر بالميتابوليسم هو عم بنزل الوزن كيف بيتكون وهون ما إلا علاقة ببحث الكلاه أبدا لا لا ما نحكي عن المرارة ونزول الوزن مش الوزن الزييد بحد نفسه هو تغير الوزن السريع اللي بيقدر يخلق أو قيد بحث نعرف أنه تقريبيا بحدود العشرين للثلاثين بالمية من الأشخاص اللي بينزل وزنهم بسرعة بيقدروا يعملوا شوية تبحث بالمرارة كمان بالنسبة للرفلو في علاقة قوية بين الوزن الزييد لأنه منعرف كمان أنه الاسترجاع مرض الاسترجاع بيتعلق كتير بالضغط اللي موجود ببطن بس ما يكون عنا بطن كتير كبير وفيه كتير دهون وعنا ضغط كتير قوي على المعدة بنقدر مع الوقت يصير عنا استرجاع يعني يصير عنا رفلو هيدا شغلة أساسية بس ما نزل هالوزن أكيد بيتحسن كتير هيدا الرفلو بتعرفي أول علاج ما عم نحكي عن البدانة هون عم نحكي عن الرفلو بس ما يجوا لعنا أشخاص عندهم رفلو أول شغلة بنقلهم إياها كمان نزلوا شوية وزن كونت تريحوا هالرفلو هيدا من العلاجات تبع الرفلو هو تنقيس الوزن توقشير أكيد فيه رابط مباشر بين الوزن الزائد والرفلو نعم نحنا منعرف أنه فيه علاقة بين وهلا أحكينا اليوم كمان بين العقم أو صعوبة الإنجاب والوزن الزائد بس ما منعرف العلاقة بين الوزن الزائد والتكيّس المبيضة أو المبيضة اللي متعدد أكيد البدانة ما بتسبب تكيّس مبيض تكيّس مبيضة هو الشغل منخلق معنا إياها يعني بتكون عند البنت بتبين لأسباب منجهلة عند البنت الصغيرة وبنكتشفها وبتصير بس اللي عندهم تكيّس مبيض هن معرّدين أكتر من غيرهم أنهم يعملوا بدانة خلال حياتهم وبس ما يعملوا بدانة مش كليلاش لأنه مع تكيّس المبيض والبدانة بتصير كتير من الصعب أنه نزل الوزن فأول ما نشوف بنت عندها تكيّس على المبيض أول شغلة منقلة إياها ومنصحة إياها ومنشدد عليها أنه جاربي ما تخلي أبدا وزنك يزيد لأنه زيد وزنك ما بقى فيها ننزله بسيّ كتير صعب أنه ننزله دوك هايدي الشغلة تاني شغلة بيسألوني دايما تب ليش ما منعالش تكيّس المبيض في حبوب منيخدهم كزا الحبوب اللي منيخدهم لتكيّس المبيض ما بتعالش تكيّس المبيض ما بتشفي بتعالج الدورة الشهرية إذا كان فيها مشكلة بتنظمة إذا كان عنا شعر زيادة عم يطلع بنخفف من كمية الشعر بس ما بتخفف من تكيّس المبيض يعني مش إنه رح تشفي المشكلة ما هايدي ما بتشفى والإنسان بيقدر يعيش معها بشكل عادي هي موجود كتير بحوض المتوسط مية بالمية بس المشكلة الأساسية إنه بس ما يكون عنا إياها وزلة سمح الله عنا وزن زائد كتير من الصعيب إنه نسله هون مشيك بنا ننتبه إذا فيها المشكلة أبدا ما يزيد وزننا مية بالمية ماذا عن الثلاث البولي أو الانكونتينانس يورينا هذه شغلة طبيعية مع الوزن كبس ما يكون في عنا كتير وزن زائد عم نحكي عن الأشخاص اللي عندهم بدانة مرادية تعرفي لأنه في ضغط كتير قوي بالبطن يعني ونقدر على المجهود يصير في نتيجة الضغط كمان التهاب المثالك البولي كمان نفس السبب نعم في مجموعة أسئلة من المستمعين جمانا بتقول هل هالشي معناته زيت السمك بنصح الأوميغا 3 لا لا مجرع نعملون هنه يعني شي فيه شي خصوصي طي ينصح الإنسان هلأ تعرفي من بعض الحالات بنحس أنه زادت الشهية عنا زادت القبلية عنا أكتر بس ما في رابط مباشر بين أنه منزيد وزننا إذا أخدنا هال أنواع السبليمت رقم بخلال 702 أنا عمري 47 سنة طولي متر و77 عامل عملية قلب مفتوح عم باخد دواء وزن 93 كيلو شو لازم أعمل تحت نزله شوي لا الشيء أكيد لازم ينزل وزنه تيريح تيريح القلب خصوصة أنه قردي عامل عملية قلب مفتوح هلأ هون بدنا نعرف إذا هو بيقدر يعمل شوية رياضة أو لا هذي شغلة أساسية إذا بيقدر يعمل عنده الإدراء أنه يعمل حركة بحياته شو بيعمل حركة شو بيكون أفضل أول شيء أفضل للقلب وتاني الشيء أفضل تحت تليه يساعد نزول الوزن وتاني الشيء بده يركز على النظام الغذائي على حمية معينة أو على تغيير نظام حيات معين تحت تليه يخلي هالوزن ينزل شوية طيب سؤال الأشخاص اللي عملين عمليات كبيرة مثل عملية قلب مفتوحة أو غيرها بيقدروا يخضعوا لجيرات البدانية إذا عايزينها أكيد بيقدروا بس فيه وقت يمكن آه إيه مش هحنا عملها ضغري بعد جمعة بس أنه الفكرة هي أنه إذا يوما ما كان عامل بالماضي عملية قلب مفتوحة وعيز ينزل البدانية بعملية أكيد كتير عامل منها طيب المشكل هون دكتور صفى أنه معظم الأشخاص اللي عندهم كتير وزن زيد نتيجة الوزن الزيد عندهم مشاكل بالقلب عندهم مشاكل بالروية نحنا ما استعرضنا كل شي لنخلي إلى بعد لأنه في كتير إشياء بدنا نحكي عنها ونفس يعني النتيج نتيج الوزن الزيد هي ممكن تكون كمان محاذير بالنسبة للعملية يعني أنتو عم تمشوا بحق الألغام فينا نقول أو لأ إذا في معايير محترمة العملية جيدة تعرفي البداني بتوصل لمرحلة معينة بالحياة أو قيد بتخلي الشخص حقيقة يعني يحس حين ما نعايش مزبوط بتخنق خنق لدرجة أنه لو عنا غير مشاكل موجودة بيضطر يلجأ لقلها أكيد مش دايما سهلة ومش دايما الموضوع طبعه هين بس دايما أنا اللي بقوله إنه شو ما يكون فيه مشاكل بجسم الإنسان وهي دي غبرتنا بتقول إنه لازم يتحضر هيدا الشخص يعني نقدر نحضره مع طباء القلب مع طباء الرواية مع طباء الغدد بيتحضر ما في شي بيمنع بس بده يصير فيه تحضير جيد بده يكون فيه تحضير جيد ومتابعة جيدة وعادة بس ما نعمل هيدا الشي منخفف بشكل كتير كبير الخطر تبعاء عملية هل الأشخاص يلي عندهم مشاكل معينة مثل يلي ذكرنيها بيعوزوا يبقوا بالمستشفى أكتر من غيره ما بعد جراحة البدانية إذا ما فيه مشاكل لا من النواد عادة هل العملية كتير يعني إذا الشخص تحضر مظبوط وانا عملت عمليته وكانت منيحة أنا بفضل إنه يفل كتير بسرعات يروح يمشي يعني مش لازم أبدا ليه ما فيه كل وار بالمستشفى ما بيقدي بيمشي أول يوم وتاني يوم بالمستشفى بس لازم يظهر ويروح يمشي برات المستشفى تيرجع بسرع على حياة طبيعية يعني شو بتبقيهم بالمستشفى شو بيضلوا حيسس حاله مريض وهو العملية هيدا عملية يعني سريعة مش يعنو سريعة مش مفروض يحس حاله مريض من بعد مفروض ضغري يرجع على حياته الطبيعية وهيدا أكتر شغلة بتخفف من العوارد قدي ممكن ينزلوا بأول أسبوعين لك هو عامة أول شهر لازم ينزلوا بحدود بين العشرة واثنعش بالمية من وزنه تحتالي نكون نحن راضين على النتيجة يعني اللي وزنه مئة كيلو بده ينزل بين العشرة واثنعشر كيلو أول شهر تاني شهر لازم ينزل نص اللي نزلوا أول شهر هم بحكي تقريبيا اذا نزل تقريبا عشرة كيلو تاني شهر بينزل خمسة وعدين بتصير هو منشاطه قدي هو بيعمل رياضة بس فيه نس بفاجئوكهم يمكن بينزلوا أكتر أكيد فيه أجسام سريعة وفيه أجسام بطيقة كمان فيه أوقات أجسام بينزلوا أقل هكي هلأ من المبدأ الليميت إذا بدك المعدل تبعنا المعدل قوة تقريبا عشرة بالمية بعد في كتير إشياء بدنا نسألك هنا دكتور ناجي صفا إلى اللقاء بحلقات مقبلي الاختصاصي بجراحة البداني الأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف الكتب الطبية على هلسعيد ومؤخرا بدنا نقول رحلتك للتخلص من البدانة دليل المريض لجراحة انقاص الوزن للدكتور ناجي صفا هيدا الكتاب أول كتاب الترجم للعربي وصار موجود بكل المكتبات الكبيرة نحن لحن نعد بلقاءات أخرى كنتم عم بتابعوا هاللقاء مباشرة أيضا عبر الفيسبوك على صفحتنا Voice of Lebanon 100.5 شكرا لكم أصدقائي بنهاية على الموج سوا شكرا دكتور ناجي صفا شكرا لألك شكرا للأصدقاء المستمعين أطيب تحية سميرة أساب لمنيار والمخرج سيمون صور شكرا لكم